السلف الصالح رضا الله عنه كانوا بيستعدوا لشهر رمضان قبل رمضان بستة شهور يعني بيستعدوا بالطاعة والصيام التطوع والمغفرة والتسبيح والذكر ولله رب العالمين وقراءة القرآن ولما كان يجي شهر شعبان شهر شعبان بقى شهر إحنا يا جماعة بنقول إحنا بقى خلاص إحنا على وشك الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل فترفع الأعمال إلى الله عز وجل بالتوبة إحنا خلاص ساعات وترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل خلينا نقول البيان الختامي طالع لله تبارك تعالى فهنا إيه بالمكتوب بس أنا عملت زنوب خلاص أنا أستغفر يعني أنا أستغفر الله عز وجل أستغفر ربنا تبارك تعالى لأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم ولأن الله تبارك تعالى هو التواب الرحيم وربنا تبارك تعالى قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وكان سيدنا بن عباس رضي الله عنه بقولك كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبير يعني كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبير إمتى ما بقاش كبير بقى وبقاش كبير دي خالص إذا تاب العبد فكلما يحدث توبة لله تبارك وتعالى تزال هذه الزنوب فإحنا عملنا زنوب وكلنا مقصرين يعني فإحنا محتاجين إلي إحنا نستغفر ومحتاجين إحنا نتوب إلى الله عز وجل وصيدنا النبي حثنا على التوبة يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني إذا أتوبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب ده سيدنا النبي اللي بيقول كده ده هو بيتوب كمان وبيستغفر ربنا في اليوم أكثر من سبعين مرة في رواية مئة مرة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فإحنا نعمل إيه با إحنا الأصل إحنا قاعدين خلاص على وشك كده فإحنا دخلين وولا الختام بتاع شهر شعبان بتوبة وبنستقبل شهر رمضان بإيه بتوبة وكان سيدنا أحد الصالحين يقول كده سيدنا عمر بن الخطاب يقول جالسوا التوابين فإنهم أرقوا أفيدا الإنسان عفى لما نحكي كده عن قصص الصالحين التائبين إلى الله عز وجل إلى الله رب العالمين دول أرقوا أفيدا يعني لما نحكي بس قصة وليكن قصة مثلا كيف تاب مالك بن دينار كيف تاب الفضيل بن عياض عليه رحمة الله فضيل بن عياض على فكرة اللي هو عابد الحرمين قبل كده كان قاطع طريق وكانت الناس بتخاف منه وكان إذا جلنا الليل الناس يخافوا يقول لك إحنا ما يعبع استريح في أي حتة كده خوفا من الفضيل بن عياض وفي يوم من الأيام كان بيتسلق بيت جدار بيت من البيوت عشان يسرق فسمع الرجل بيقرأ القرآن ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هي لحظة هي لحظة كان فيها صدق اللجوء إلى الله تبارك تعالى وفيها صدق مع النفس وصدق مع الله تبارك تعالى فتاب فتاب الله عز وجل عليه اعتزل بقى لإيه اعتزل المعصية عشان كده هي المعصية أعمل إيه كان سيدنا الإمام السهل بن عبد الله التستري بيعرف التوبة تعريف حلو قوي يقول تبديل الحركات المزمومة إلى حركات محمودة تبديل الكلام السيء إلى كلام ممكويس تبديل الأفعال المزمومة إلى أفعال غير مزمومة إلى أفعال محمودة رجل كب تمشي للحرام لا أنا بعد كده أخليها تنتقل إلى المساجد وتمشي إلى الحلال وهروح أمشي برجلي كده في عمل الخير والتطوع وإلى آخره وأمشي في قضاء حاجات الأخي وهكذا يبقى تبديل الحركات المزمومة إلى حركات إيه؟ إلى حركات محمودة ومشي التوبة عشان الناس ما تاخدش بالها وتقول التوبة أستغفر الله أتوب إليه بس في يوم من الأيام أعرابي بيقول أستغفر الله أتوب إليه فاسمع سيدنا علي فقال له حبيبي إذا قال له أستغفر أنا أتوب قال له دي توبة الكذبين قال له توبة إيه؟ قال له توبة الكذبين قال وما حقيقة التوبة قال له التوبة تجمعها ستة أشياء ستة أشياء قال له قال الندم على ما مضى من الذنوب والمعاصي خلاص توبة عامة تقول يا رب اللهم إني توبت إليك من إيه؟ من كل حاجة فاتت من كل ما مضى من الذنوب والمعاصي من كل ما اقترفته من الأثام يا رب أستغفرك أتوب إليك وفعلا أنت بتتوب إلي الله عز وجل الحاجة التانية مش هو الندم طيب عندي رقم اتنين اللي هو خلي بالك وأين الفرائض يبقى أنت تعيد الفرائض اللي أنت نسيتها قبل كده أو تركتها تبدأ تصلي يبقى أنا من تمام التوبة أشوف هو أنا الفترة فات ما كنتش بصلي حاول صلي بس يبقى تقيل مع كل فرد فرد فيش مشكلة تعالى كل ما أنت مستريح كده وفاضي يقولها النهاردة أروح أجيب كمان فردين ثلاثة وهكذا يبقى أنت بتحاول تعاوض لإيه؟ تعاوض ما تركته من فرائض الأمر التالت اللي هو بيقوله رد المظالم يعني إيه رد المظالم؟ وهنا بنقول للناس في آخر يوم من شعبان إحنا بنرد المظالم رد المظالم شوف أنت واخد مال من ناس ومش ردت ترد دي مظلمة شوف لو أنت سرقت حاجة رد المظالم طب ويحني لازم دلوقتي رد المظالم آه طبعا رد المظالم عارف ليه رد المظالم قبل رمضان لأنك عشان ما تدخلش رمضان وعمال تقرأ القرآن وتستغفر وتصوم شوف بتعمل أعمال عظيمة جدا وكل الأعمال دي بتقدمها على طبق من ذهب كده المين اللي صاحب المظلمة تقول له خد فضل فبنقول لك أنت كده كده هتشتغل في رمضان كده كده هتتعب نفسك في رمضان فرد المظلمة دلوقتي عشان كده حديث أبي هريرة اللي صاحب المسلم قال أتدرون من المفلس مين هو المفلس قاله والله يا رسول الله المفلس اللي هو